رضا سليم رضا سليم نجم الجيش الملكي المغربي من كم يوم قلتلكم بنسبة 100% هو لاعبا في النادي الاهلي النهاردة ظهرت شوية حاجات كده تسريبة من هنا وتسريبة من هنا نادي الزمالك دخل في الموضوع أصليمي دو مش عارف بيكلم رضا سليم بيحاول لياخده من النادي الاهلي بص في القصة دي في حاجتين مهمين جدا يعني أولا المكالمة بتاعة ميدو بخصوص رضا سليم كانت وقت ما كانت كل بيتفاوض على رضا سليم يعني الاهلي والزمالك وبرامدز وكل أندية وكان معايا قبل كده هنا مدير الشركة المسؤولة عن تسويق رضا سليم في مصر وقال لي انه مش الاهلي وبرامدز بس اللي داخلين في الصفقة ده الزمالك كمان داخل في الصفقة قلنا الكلام ده هنا في رقم 10 فطبيعي كل واحد بيفاوض كل واحد بيقول بطريقته بيتكلم بأي طريقة بأي صيغة مش دي الحكاية مش دي اللي أنا بتناقش فيها بالمناسبة مش عايز أخش فيها كمان أنا بس واقف عند حاجة بصراحة مديقاني هيمديقاني بتبديقاني في المطلق على فكرة مش بديقاني بس فيما يخص في صفقة رضا سليم أنا نحبش موضوع تسريب المكالمات وتسريب الرسائل الصوتية على الواتس آب ولا تسجيل فيديو ما بحبهاش بتقفل من قبل ما شوق يعني ما يبقى عندي الفضول ايه اللي بيحصل بتقفل ليه ان اي حاجة ببدأش ثقة في اي حد فهي مرفوضة سيبك بقى انت أهلاوة اللي زمالكاوي عاجبك ولا مش عاجبك مش هي دي الحكاية أبا كلمة كنت بشكل شخصي تخيل انت حد بيصرب كلام بينك وبين صديق بتفضفض معاه في حاجة مثلا بتتكلم معاه في اي حاجة مفيش دي مش صح يا جماعة فلو كان وكيل بقى والله صحفي ولا اي حد تدخل بخصوص تسريب هذا الامر فهو شخص غير امين ده اللفظ المناسب يعني شخص غير امين على اي حوار انا هنا لا بدافع على ميدو ولا بدافع عن نادي الزمالك ولا بدافع عن النادي الاهلي وحق النادي الاهلي في اللقب ولا الحكاية كلها ليه علاقة بكورة أو أندية هي ليه علاقة بأخلاقيات ما نقبلهاش بشكل عام يعني طيب ريدا سليم عشان نقفل الموضوع ده هو جاي القاهرة بكرة او النهاردة خلاص يعني الحد يعني يوم الحد هيجي الساعة تمانية ونص بالليل بالزبط هيبقى في القاهرة الساعة تمانية ونص بالليل عشان يونهي بقى إجراءات انضمهم للنادي الاهلي النادي الاهلي خلص أموره مع الجيش الملك النادي الاهلي خلص أموره مع اللاعب شوية تفاصيل بقى الله أختبار طبي وينزل التدريب يتصور عشان خاطر 無علان في النادي الاهلي يطلعه وتبقى صفك رسمي يعني تفاصيل كلها روتيناية جدا بس ريدا سليم لاعبا في النادي الاهلي هياخد أول موسم تفاصيل الملادي بقى مهمة قوي هياخد أول موسم في النادي الأهلي هو ليه هو اللاعب 700 ألف دولار هو خلاص الأهلي للجيش الملكي هيدفع 2 مليون ومئة ألف دولار ده الأهلي للجيش الملكي اللاعب بقى ياخد كم أول سنة هياخد 700 ألف دولار الموسم الثاني هياخد 850 ألف دولار وفي الموسم الثاني مليون دولار والثالث مليون دولار تمام والرابع كمان يعني انت بتتكلم اه انت بتتكلم سبعمائة وثمانمائة وخمسين ومليون ومليون دي قيمة صفقة ريدا سليم الفلوس اللي هياخدها هو ريدا سليم فينه طيب النهاردة كان فيه كلام دخل كتير في السوق المصري عن نادي الرجاء المغربي تحديدا الرجاء المغربي باصس علينا وباصل على لعبتنا المصريين وبالمناسبة ساعات كتير اوي باستغرب ان احنا بناخد كتير لعبين من شمال افريقيا وما بيحصلش العكس مو بيحصلش العكس هتقول لي ما عشان في شمال افريقيا ما بيدفعوش زي ما احنا بندفع ده صحيح بس فيه لعيبة لو راحت لاندية كبيرة في المغرب او تونس او الجزائي ممكن تاخد ارقام كويسة اللعيبة مش لازم لعيبة الصفر الاول عندها اللي تروح هناك بس فيه لعيبة تحت شوية ممكن تروح هاي تلعب في المغرب او في تونس او الجزائي يعني احنا بنستورد منهم كتير بس هم ما بيستوردوش مننا خالص تقريبا يعني الا نادرا نادرا جدا يعني